بحث وزير الزراعة السيد القصير مع السفير القطري بالقهراء الشيخ سالم مبارك آل شافي بحث زيادة فرص التعاون الزراعي بين البلدين وناقش الجانبين مجالات الاستثمار في قطاعات الانتاج الحيواني والسمكي والداجني وكذلك زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطرية وأكد القصير على تمتع مصر بمزايا وحوافز استثمارية حاليا يمكن للأشقاء من دولة قطر الدخول في القطاعات المختلفة للاستثمار والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوافر المنتجات الزراعية بالبلدين وأشار السفير القطري إلى أن مصر أرض خصبة في الاستثمار في ضوء الإصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي لافتا إلى أن هناك دعما كبيرا من الجانب القطري لدفع عجلة الاستثمار القطري في مصر